فصل جديد من الحرب على اليمنيين وانهب اموالهم سلطات الانقلاب بصنعات تصدر تعميما للبنوك الواقعة في مناطق سيطراتها التعميم يقضي بالتحفظ على اموال 1223 حسابا بنكيا لشخصيات مسؤولة في الحكومة الشرعية ونشطاء السياسيين وقيادات حزبية بل اضافة لعدد من المؤسسات الخيرية والقنوات الاعلامية والشركات التجارية منطالبة البنوك الواقعة تحت سلطة الميليشيا باجراء الحجز التحفظي على هذه الحسابات المبينة في القائمة جريمة اخرى تضاف الى سجل جرائمها الممتدة ردود فعل رسمية وشعبية تتوالى تجاه مصادرة الممتلكات على هذا النحو في ظل تعطل منظومة العدالة في البلد في خطوة اعتبرها البعض مجرد جزء من سياسة الميليشيا في التعامل مع ممتلكات الناس باعتبارها فيدا قابلا للنهب الخطوة من شأنها اغلاق باب العمل السياسي والتأكيد على ان اليمنيين محكمون بعصبة لا تجيد سوى النهب البنك المركزي من جهته اصدر قرارا لمدراء عموم البنوك التجارية والاسلامية بنغاء التعميم الصادر عن فرع صنعاء بل وعدم الاكتراثلة واكدا عدم جواز التعامل مع هذا التعميم لافتقاد الاسانيد والاسس القانونية تحذيرات حقوقية من خطورة ما تقدم عليه جماعة الحوثي من حجز مصادرة لاموال وممتلكات المواطنين اليمنيين باعتبارها جريمة اضافية ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيين غير ان هناك من يذهب الى ان هذه الاجراءات تؤكد ان مليشي الحوثي تمر بمرحلة من الانكسار الاخير نتيجة الهزائم الميدانية المتوالية ويبقى غياب الصوت الدولي اذا هذه الجرائم محل تساؤل كبير لدى اليمنيين امام المجتمع الدولي